من 7 أكتوبر هو العدوان على غزة لكن في الحقيقة مؤخراً كلمة عدوان يعني تطورت للأسف لمصطلح اسمه المجازر في غزة بقينا بنقول ارتكب الاحتلال عدد معين من المجازر بقت مجازر في غزة بتحصل النهاردة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن الاحتلال ارتكب عشر مجازر ضد عائلات في قطاع غزة راح ضحياتها 112 شهيد و157 مصاب وده خلال الـ 24 ساعة اللي فاتت الصحة كمان أكدت وأحصت عدد الشهداء نتيجة هذا العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 133 على قطاع غزة ارتفع لـ 28.775 شهيد وـ 68.552 مصاب في الوقت نفسه أكدت الصحة بسبب الحصار اللي بيفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة وحول بعض الأماكن في المستشفيات لثكنات عسكرية وربما آخرها هو قسم الولادة في مجمع ناصر الطبي أكد أن أثناء طبعا الاعتداء على مجمع ناصر في صياق الاعتداءات المتكررة على المؤسسات الصحية في قطاع غزة منذ بداية العدوان ونأكد أن لسه هناك عدد كبير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمكن الصورة قدام حضراتكم بيتوضح قد إيه المجازر أصبحت يعني في قمة بشاعتها الاحتلال بيمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول للمصابين